وفق مجلس النواب رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة على عدد من مشاريع القوانين فضلا عن الموافق على مجموع مواد مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية ويهدف مشروع القانون إلى تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراع للحد من التضارف في الاختصاصات والآراء الفنية وأيضا ازدواجية العمل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يواصل مجلس النواب مناقشة عدد من مشاريع القوانين والقرارات وفي مستهل الجلسة وافق المجلس نهائيا على عدد من مشاريع القوانين حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدت الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة ومشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وخلال الجلسة العامة هنأ رئيس مجلس النواب جموع المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أود من خالص قلبي التوجه بالتهنئة إلى جميع زميلاتي وزملائي المصريين لا أقول المسيحيين أنا أصر على ذلك فجميعنا نسيج واحد لهذا الوطن أقدم لهم خالص التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد وكل عام وحضرتكم بخير الجلسة العامة وبعد مناقشة النواب شهدت الموافقة على مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطم التابع لمركز البحوث الزراعية في مجموعه ويؤجل أخذ الرأي النهائي في مشروع القانون إلى جلسة قادمة وتؤكد اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يدعم قدرات معهد بحوث القطم التابع لمركز البحوث الزراعية في تحقيق الهدف من إنشاؤه وتوحيد الرؤى بين الجهات العاملة في نفس المجال والخضاعة لجهة إدارية وحدة والحد من تشابك الاختصاصات من أجل النهوض بمحصول القطم الذي يعتبر أهم المحاصيل الاستراتيجية والصناعية والتصديرية بتطوير إنتاجياته وتحسين سلالاته والمحافظة على نقواته الوراثية وزيادة الرقع الزراعية لمواجهة زيادة الطلب العالمي على القطن المصري أنا شايف مشروع القانون بيعالج أوجه قصور كثيرة حصلت في الماضي بيحسن من جودة إنتاج البزور بيحسن من جودة القطن المصري ويراعي عودته مرة أخرى للصدارة بالإضافة أنه يتواكب مع التفرة اللي عاملها الدولة المصرية في إنتاج مصانع للغزل والنسيج على أحدث مستوى في الروبيكي وفي مناطق صناعية أخرى الجلسة العامة شهدت أيضا الموافقة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء المجلس وافق كذلك وبشكل نهائي على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات ومشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة كما تمت الموافقة على مشروع قانون التخطيط العام في مجموعه وتم تأجيل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة قادمة موسيقى